السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب يكونوا بخير تلبية لنداء صديقتي لانها طلبت مني اني اتكلم عن التغذية السليمة لطفل التوحد علشان كده انا جاي لكم النهاردة وعمل الفيديو ده مخصوص علشان ابن صديقتي العزيز هكلمكم ازاي ان طفل التوحد مش زي اي طفل تاني هتلاقوا طفل كده نضيف يعني درجة اولى عملوه على انه نمبر وان مش بياكل اي اكل كده وخلاص اكله يعني لو تلاحظوا ان هو بيقتصر على نوعين تلاتة بيحبهم يعني بس على مين طبعا احنا بعون الله هنضيف له نوعين تلاتة تانيين وهنضحك عليه بس بشرط يكونوا صحيين وهنعطيهم له وكله طبعا بالحب وبالتفاهم بس طبعا فيه نصايح احب اوجيها لكم احنا عاوزين الاول نحدد مع بعض وقت الوجبات وازاي يقدر ان الطفل يقبل الاطعمة الجديدة وما يكونش مقيد في الاطعمة بسبب لونها او ملمسها او تغلفها او درجة حرارتها اهم حاجة احب انصحكم بيها ان احنا نبتعد عن حاجتين الجلوتين والكازين طبعا الجلوتين ده بيكون موجود في المحوزات والكازين بيكون موجود في اللبن بالنسبة للاطفال اللي عندهم حساسية ضد الكازين او الالبان طيب ايه السبب؟ لان البروتينات دي بتتداخل مع وظيفة الجهاز العصبي فبالتالي يا حبيبي ده بيأثر على السلوك والوظائف العقلية للطفل ده تاني حاجة يا حبيبي هنتجنب المواد المضافة لانهم مقدروش يتحملوا المجموعة دي بتؤدي كمان لاثار سلبية على سلوكياتهم ومن المواد دي الاسبرتام الاسبرتام ده عبارة عن سكر صناعي بيكون موجود في الاطعمة الجهزة اللي انتو بتشتروها من برا وكمان المواد الحفظة غلط عليهم ومكسبات الطعم والرائحة والالوان الصناعية كل ده غلط عليهم كمان احب اقولكو ان انتو لو لقيتوا الارقام دي على اي منتج بتشتروه ابعدوا عنه في الحال الارقام عبارة عن ايه ايه مية واثنين و ايه مية وعشرة و ايه مية اتنين وعشرين و بنزوات الصديم احفظوا الاربع ارقام دي كويس جدا تمام يا حبيبي طيب هيحتاج ايه طفل توحد بالاضافة الى الغذاء الصحي هيحتاج مالتي فيتامينز يعني مكملات غذائية بجرعة اكبر شوية من الطفل العادي هيحتاج فيتامين الف وفيتامين بي ستة وفيتامين بي اتناشر وزانك وماغنيسيوم وكالسيوم وفيتامين دي وحاولت اقولكم ان كل الفيتامينات دي مهمة جدا لأي طفل عادي لكن احنا هنزودها شوية بالنسبة للطفل الاوتازم طيب هاعطيكم بقى شوية نصايح كده حاولوا تثبتوا مواعيد الوجبات يا حبيبي لاطفالكم وخلوا اكلكم في مكان هادي بعيد عن الزحمة والضوضاء يعني ابعدوا عن جو زحمة المطبخ خلي المكان هادي جدا وبسيط ما فيش فيه اي كركبة علشان يركزوا بس في الاكل بشكل هادي جدا وبسيط واجربوا معاك كل حاجة بتخلي الطفل يشعر بالراحة طبعا ازاي هنقدر ان احنا نختار للطفل الاختيارات الغذائية المناسبة له انا هقولكم على الحل بكل بساطة الاطفال دول حساسين جدا للازواء علشان كده هتاخدوهم معاكم عند شراء الطعام شفتوا الامور سهلة ازاي مجرد ان انتم هتاخدوهم معاكم السوبر ماركت علشان يختاروا الاطعمة المحببة ليهم وتكون مميزة ليهم واطعمة جديدة لانهم اطفال انتقائيين في اختيار الطعام طفل الاوتزم اسمه بيكي ايتنج بيكي ايتنج يعني طفل انتقائي في اختيار الطعام تمام طيب الطفل هنركز معاه على ايه خلي بالكم اول حاجة هتعملوها مع الاطفال الحلوين العسلات دول انه هو هتحسن له مستوى البكتيريا النفعة في الجهاز الهضمي موجودة في الامعاء وهتزودوها لهم علشان تعطي فرصة للنهايات العصبية انها تتكون بشكل افضل تمامي حبيبي؟ طيب شفت فايدة الموضوع ده مهماتي ايه؟ طيب عن طريقة تناول ايه بقى؟ هيتناول اللبن الرايب او الزبادي ده بالنسبة لاطفال المعندهم شي حساسية للجلود مع تناول طبعا الاطعمة الغنية بالالياف ومفيدة جدا للجسم وبروتين نباتي بروتين حيواني خضروات وفاكهة من افضل انواع الفاكهة المناسبة ليهم هي الحمضيات زي البرتقال والكيوي والعصائر التزاجة طبعا بلاش اللي بتشارى من برة واللي بتحتوي على مواد حفظة وسكريات وزي ما قلنا قبل كده حبيبي ان السكريات او الاسبرتام دار جدا ليهم وبيحفز جدا النهايات العصبية عندهم وبيخليهم يتوترهم فعلشان كده لازم دايما تستبدلوا العصائر والاكلات اللي بتشارى من برة بصناعة منزلية محلية هتنصقوها لهم بشكل مرتب وبشكل جميل يفتح النفس حزاري يا حبيبي تستخدموا زيوت او دهون مهدرجة في الطبخ عليكم طبعا باستخدام السمنة البلدي الزبنة البلدي زيت الزتون زيت اللوز او زيت السمسم وهكذا لانهم بيحتووا على كمية كبيرة جدا من الامجاسري واخيرا حبيبتي انصحك ان انت تقللي من جلوسه طبعا فترة طويلة قدام الشاشات واجهزة التلفزيون والتلفونات واستبدليها طبعا بألعاب الحركة والزكاء ولو عجبكم الفيديو يا حبيبي او استفدتوا منه اعرفوني عليكم اعملكم منه اجزاء تانية باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة